أهلاً بكم إلى هذا العرض السريع الذي سنتناول فيه أبرز محطات ثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية السلمية في نهاية العام الفين وعشرة كانت اليمن قد وصلت إلى طريق مزدود بعد فشل كل محاولات الإصلاح السياسي ومع بداية العام الفين وأحد عشر شهدت البلاد تحولاً محورياً بعد وصول رياح الرياء أو بعد وصول رياح الربيع العربي إليها في الخامس عشر من يناير انطلقت أولى مظاهرات الشباب من أمام بوابة جامعة صنعاء باتجاه السفارة التونسية وكانت بمثابة احتفاء برحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ومساندة للثوار هناك في الأيام التالية تواصلت الاحتجاجات أمام بوابة جامعة صنعاء رغم القمع الكبير الذي تعرض له الثوار في الثالث والعشرين من يناير اعتقلت الناشطة توكل كرمان أبرز قيادات الثورة وهو ما أثار حفظة الكثيرين فليس بالأمر السهل اعتقال امرأة في مجتمع محافظ في الحادي عشر من فبراير خرج الآلاف من الشباب وأنصار الحراك الجنوبي في مظاهرات شملت عدداً من المحافظات الجنوبية وبعض محافظات الوسط فيما أطلق عليها جمعة الغضب في الثالث عشر من فبراير شهدت العاصمة الصنعاء صداماً بين المتظاهرين المناوئين للنظام وآخرين مؤيدين له جرح فيها العديد من المطالبين بإسقاط النظام كما قامت قوات الأمن باعتقال العديد من الناشطين والصحفيين وفي تعز اعتقلت قوات الأمن مئة وعشرين متظاهرة في اليوم ذاته رحبت أحزاب اللقاء المشترك بخطاب صالح لكنها اشترطت العديد من الاشتراطات من بينها إقالة أقاربه حتى الدرجة الرابعة والدعوة لانتخابات مبكرة استمرت بعد ذلك المظاهرات في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في صنعاء وتعز وعداً التي شهدت اشتباكاً مع رجال الأمن أمام أقسام الشرط وفي السادس عشر من فبراير سقط شهيدان في عدن برصاص رجال الأمن بعد ذلك استمرت التظاهرات وتوسعت الاحتجاجات وفشلت كل محاولات صالح لتدارك الأمر فالثورة كانت قد شقت طريقها وحددت أهدافها ومع بداية شهر مارس كانت الثورة قد تصاعدت بوتيرة عالية بعد رفض صالح مقترح اللقاء المشترك بالتنحي وبدأ العديد من رجالات النظام يعلنون تأييدهم للمتظاهرين وانضمامهم للثورة في الثامن عشر من مارس يوم جمعة الكرامة أو الجمعة الدامية شهد هذا اليوم تحولاً كبيراً في مسيرة الثورة حيث قامت قوات تابعة للنظام بالاعتداء على الثوار المعتصمين بساحة التغيير في صنعاء ما أسفر عن استشهاد 52 وجرح 619 آخرين وهي أكبر مجزرة بحق الثوار السلميين بعد هذه المجزرة توالت ردود الأفعال الدولية والمحلية وأعلن معظم سفراء اليمن تأييدهم للمتظاهرين وكذلك انضم الكثير من قادة الجيش إلى الثورة واستقال العديد من الوزراء وهو ما دفع المخلوع صالح إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر استمرت بعد ذلك التظاهرات المطالبة بسقوط النظام وزاد عدد الشهداء جراء قمعها في المقابل زاد أعداد المنشقين عن سلطة صالح الذي فقد سلطته الأخلاقية أمام العالم في السادس من إبريل دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي كل من الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الاجتماع في السعودية لترتيب انتقال سلمي للسلطة لكن شباب الثورة أعلنوا رفضهم للمبادرة لعدم تضمنها الرحيل الفوري للرئيس صالح وفي الثامن من إبريل رحبت الحكومة والمعارضة بمقترح دول مجلس التعاون الخليجي أما الشباب فقد استمروا في رفضهم وتواصلت الاحتجاجات في أغلب المدن اليمنية وبعد مماطلة من المخلوع صالح استمرت لأشهر وقع أخيرا على المبادرة الخليجية التي نقل بموجبها السلطة لنائبه الرئيس هادي في الثالث والعشرين من نوفمبر لكن شباب الثورة استمروا في رفضهم خصوصا وأن المبادرة تضمنت حصانة للمخلوع الذي ارتكب مجازر كثيرة بحق الثوار وبناء على المبادرة انتخب النائب عبد الرب منصور هادي رئيسا توافقيا لليمن في الواحد والعشرين من فبراير 2012 بعد ذلك ذهبت القوى السياسية إلى الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية للتفاوض حول مستقبل اليمن وقبل الذهاب إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني عاد صالح مجددا إلى المشهد ولكن هذه المرة لقيادة انقلاب على الشرعية مع شركائه الحوثيين وهو الانقلاب الذي أدخل اليمن في حالة الحرب والدمار الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر